ما ذكرناه على قضية العويس ينطبق على هذه القضية؟ نوع ما إلى حد ما يعني قضية عوض خميس ما فيها ضرر حتى لو تأخرت لأنه اللاعب يلعب اللاعب قاعد يلعب مع فريقة وعقده ما زال ساري مع النصر حتى نهاية الموسم فحتى لو افترضنا أنه حدث فيها تأخير ولم تحسن إلى براء أو بعد نهاية الموسم لن يتضرر للنصر ولا الهلال لأنه اللاعب موجود ويلعب لكن قضية تأخير عوض محمد العويس هي من أضرت باللاعب وأضرت بالأهل إذا كانت الاتفاقية صحيحة إذا بكرة أصدر في مركز التحكيم قرار بأن الاتفاقية صحيحة واللاعب أهلاوي من تاريخ 18 يناير أعتقد لهو الاتفاقية اللي وقعت هنا الأهل تضرر من عدم الاستفادة من اللاعبة اللاعب تضرر من عدم اللاعبة أنا شفت قبل شوية أحد الأخوان كان في الهاشتاغ معلق أن الشباب متضرر الشباب ليس متضرر الشباب أوقف اللاعب أصلا وأصدر بيانات بأنه اللاعب خارج حساباته هذا الموسم نعم فبالتالي الشباب ليس متضرر من هذا الموضوع أبدا المتضرر الأول والأخير هو اللاعب والأهل والمنتخب يعني الآن تقول أنه في قضية عوض الخميس لا يوجد متضرر لا يوجد متضرر بينما في قضية العويس هناك طرف متضرر بالضبط لأنه أنت الآن الأهل كان يستطيع أن يستفيد من حارصه في أي مباراة من المباراة السابقة اللاعب ابتعد عن اللاعب الآن يتمرن تمرين فرادية حرم من العودة للمنتخب بسبب قضيته ففي ضرر واقع على اللاعب وعلى النادي الأهلي في حال يعني برضو حتى أكون واضح ومحايد في حال أنه ثبتت صحة الاتفاقية غدا لكن عوض الخميس لو في نهاية الموسم صدر الحكم قضية عوض الخميس تعلق بعقدة الجديد مع بداية الموسم بينما قضية عوض محمد العويس تتعلق بالفترة الحالية بعقدة الحالية الآن وانتقالها خلال الستة الأشهر الأخيرة من عقدة أما عقدة اللي يبدأ بعد نهاية الستة الأشهر فهو منتهي مع الأهلي وثابت لا جدالة فيه نعم طيب